موسيقى لكننا كي ضرر أنه نعطيه من البنفس الدود هذا فقط نقول لكم بأنه هاجس كانت تقسمه مع المجلس ولكن سمحوا لي مشيدي اليوم يعني لم يجبوش لنا شيء جديد هذا ربعاد المليون أنا إلا سمحوا لي يمشيوا فقط الـ 18 سمحوا لي برامج حزب مصر التقام وضعنا على أدلينيت وضعنا على خمسة مليون الناس وضعنا على أدلينيت الشباب الإشكالية الذين يخرجون من المدارس هذه 250 ألف تقريباً الذين يخرجون من المدارس ولا من المدارس لا يذهبون إلى المدارس ولا يعملون ولا يعملون وهذه إشكالية فأنا كنت أتمنى أنه لأن الجديد ماشي هو أن تكلموا عنهم الجديد هو القول الحلول كنت أتمنى أن نشت الحلول التي يجبهم من المجلس غير مقنعين لا يمكنني أن أتخذ بهم أنا كحكومة ولكن لابد أن أذكر أنه لا يستطيع أن تسخيص لأن إصلاح منظومة التعليم وهو هدف تقليص من نسبة الهضر المدرسي بالطبع هذا هو المجلس ويقومت لأنها والإمكانية ومن المجال المدارسة ويأتي لأحضر بهم وكثير لا يجب أن يأتي لذلك هذه هي كنا في إصلاح المنظومة التعليم و ماذا سنقوم نقوم بالنقل والإطعام المدرسي والداخليات والدعم المدرسي والدعم المدرسي والأنشيطة الموازية كان واحد العدد الذي يمزور ديال المدرسة ديالكسيلنس وهذا اللي غدي تخلي أننا إن شاء الله هذا العدد إنقص على الأقل بتولوت تانياً كالاستثمار في المدرسة يعني ديال فوسة تانية لكان من قبل ولكن اليوم كنعود نزيد ونعزوه وهذا السنة تم خلق ستاش المركز الجديد وتم رافع عدد المستفيدين بعشر في المياه للوصول تقريباً الثمانين ألف مستفيد هذه الندرسة ديال دوزيام شانس أنه حتى ما كيلقى حتى شيء في نيادة كي عاود يدخل بشي تتعلم شي صنعه وتتعلم مهم وكين كذلك تحقيق نتائج مهمة لتقليص الفوارق المجالية واجتماعية حيث ترفع المعدل ديال تمدرس ديال فتاة القاروية اللي كتبلغ ستين في المئة بالمناطق المستهدفة هذوك اللي دول عليهم هذاك البرنامج ديال البي ديالكترس بزيادة بنسبة خمستاش المئة مقارنة مع سنة الفين وسبعتاش كيلو كودين إطلاق استراتيجية المغرب الرقمي الفين وثلاثين اللي جاي ان شاء الله فهذا الشهور فهذا الأسابيع المقبلة المغرب سيكون عنده استراتيجية رقمية مضبوطة لغادي التحرك واحد لعدد ديال الشباب وهذا الشي ديال الكودين كنحاولون نكونوا مع المغرب الرقمي مئة ألف شاب سنويا في المجال الرقمي عوضة أربعتاش الألف سنة الفين واثنين وعشرين ووضع هدف ديال تشغيل مئتين وعبعين ألف في القطاع الوطني الرقمي في المستقبل ان شاء الله وكذلك تعميم ديال المدن للمهن والكفاءات وانطلاق الدراسة فاربعة وتعزيز تشغيل في الصفوف تشغيل الشباب في ظل ظروف الأزمة بحال البرنامج اللي جينا به بأوراش نحن نعرفين وبإنه وبإنه ما كانت تخبروش نهار اللي زيبنا هذا البرنامج قلنا جبنا برنامج فرصة وأوراش لأنه الاقتصاد ديالنا جامد ووقف مع الحركة ديال الكوفيد وقلنا خصنا نحركوا شوية الناس باش تعاود تأخذ لانفيت مشي تعاود تخدم وعملنا هذا البرامج ولكن رقلنا ما غادش تفوته عامين ضيور ديال الفرصة يعني انتهى في السنة الماضية احنا البرنامج الأوراش هوا غادي بشوية 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 هذا هو كين قص لأنه خصنا نعطيه لون في الناس باش اشتغل ولكن خصنا نعطيهم الإمكانيات وواحد العداد ديال هاد الناس اللي خمسين الف تقريبا اللي هما من هاد من هاد لوجيزمو لقاء الخدمة من بعد اشتغل وهذا شيء جد إيجابي ولا علاقة لهذا شي ديالنيت مع برنامج ديال الفرصة حتى اشتري حاجة بأنه ما كانت كومينيكيوش بزاف كين خمسة وبعد المليون كل الناس ما عارفين لا هذا برنامج محدود للشباب اللي عنده الإمكانية وبغي يكون مستثمير وبغي يأخذ الريسك دياله وبغي يشتغل يأتي 21 ألف مقاولة وكوبيراتيذ اللي استفدت من هاد لبرنامج ديال فرصة ولكن باش نختاره 21 ألف تلتميات ألف لحطة الدوسي ديالها لا يمكن أن تقولوا بأنه لا يمكن لكومينيكاسوكيوش برنامج جات فيه 300 ألف مقاولة قلت أن أريد أن ندخل لهذا البرنامج يعني هذا بعد بغي يأتيه هو جد إيجابي قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابونا وفلاشين فيبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعية